للحديث أكثر عن بيان الأمم المتحدة عن آثار الألغام على أطفال العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني أهلا ومرحبا بك دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام حي مشاهدكم الكرام وتقبل الله صيام الطاعة بحسب الأمم المتحدة فإن نحو 500 طفل عراقي تعرضوا للقتل أو الإعاقة جراء المواد المتفجرة خلال السنوات الخمس الماضية بداية لماذا لم تتحرك الحكومة لتفكيك هذه الألغام رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ سنوات نعم الحكومة طبعا لا تقترس للقيام بمثل هذا العمل وهو رفع الألغام من المناطق خاصة وأن هذه الألغام كما هو معروف بخاطرها الشديد على حياة البشر وخاصة الأطفال منهم هناك يعني تملص تقوم به الحكومة عن تأدية هذه المهمة والتي تهدف إلى يعني الأمن والحماية الأمن وأمان العراقيين تتذرع طبعا الحكومة بمختلف الدراع ومنها يعني عدم وجود ميزانية تكفي لمثل هذه العمليات أو عدم وجود معلومات وغيرها مع العلم أن هذه المناطق التي تنتشر فيها الألغام هي مناطق واسعة في العراق وخاصة في المناطق التي يعني شنت ضدها عمليات عسكرية كما تدعي ضد الإرهاب وكما هو معروف أن هذه المناطق فيها كمية كبيرة من الألغام ولذلك الحكومة تتعمد أيضا إهمال هذا الجانب عقابا لسكان هذه المناطق التي تعتبرهم في نظر الحكومة يعني ناس أيضا هم إرهابيون ولذلك فهي تتعمد يعني عدم القيام برفع الألغام هل رصدتم أن قامت الحكومة في بغداد وضع علامات تحذيرية كما في كل دول العالم لمنع الأهالي عامة والأطفال بشكل خاص من الدخول إلى المناطق التي تحوي مواد متفجرة حتى تخلي الحكومة مسؤولياتها كما تروج يعني الحكومة لا تكتر حتى بوضع مثل هذه العلامات وأن كانت موجودة في بعض المناطق فهي ليست بذلك الوضوح وليست بذلك المستوى العالي من تحذير المواطنين من وجود هذه الألغام خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من هذه الألغام ممكن أن تتحرك وتنجرف إلى مناطق أخرى ولذلك لا توجد هناك متابع لمزل هذه المواضع وقد لاحظنا قبل عدة أشهر ما حدث من جريم مجزرة مروعة ضد بعض أهالي بعض المناطق نتيجة انجراف هذه الألغام إلى مناطق غير المناطق الأصلية التي كانت توجد فيها هذه الألغام وتسببت في سقوط ضحايا بسبب هذه الألغام إذن هناك أهمال واضح حتى في عملية متابعة وجود علامات تحذيرية ومتابعة أيضا تحرك هذه الألغام من مناطق إلى مناطق أخرى بسبب الأمطار، بسبب السيول، بسبب عوامل البيئية التي تؤدي إلى مثل هذا الموضوع هل يمكن القول أن هناك تعمد ما من عدم تفكيك تلك الألغام لا سيما أنها تتركز في مناطق ومحافظات بعينها؟ نعم بالتأكيد الحكومة تتعمد ذلك وتعتمد مثل هذه الإجراءات من أجل معاقبة سكان هذه المناطق ومنعهم من عودة آمنة إلى أماكنهم ومنازلهم الأصلية نعرف جيدا أن عملية التهجير كانت قصرية لأهالي هذه المناطق بسبب العمليات العسكرية التي تسهدفت المدنيين وبالتالي فإن عدم رفع الألغام يعني معناه بالتالي استمرار لهذا النهج وهو إبعاد السكان عن منازلهم ومناطقهم الأصلية وكما هو معروف أن للحكومة أهداف تغيير تيمغرافي في هذه المناطق والذي يخدم مصالح إيران وأمريكا في المنطقة وإيضا عقاب لأهالي هذه وسكان هذه المناطق بالرغم من أنهم أبرياء وسقطوا بيد الجماعات الأرحابية مثل داعش وغيرها مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب والدكتورة فاطمة العاني كنت معنا عبر الهاتف من لندن شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا